اللي هي بقول لك بعد السلام عزيز المتابع فهنا قبل السلام عزيز المتابع و... واشنو؟ واشنو؟ وبس أهلاً وسهلاً خالد أهلاً يا محمد حلقة... حتكون جميلة شديد بوجودك حبيب طيب خالد أنا عارف بدايتك كيف كانت و... وأنت منه لكن مشاهديهم مستمعين ما عارفين فعارفهم أكثر عن نفسك طيب أنا خالد حسن شندي مؤسس مبادرة اسمها مبادرة الشباب المبرمجين اللي هي بتستهدف تعليم البرمجة للأطفال والشباب في مختلف فئاتهم العمرية حلو طيب كيف أنت بدايت أصلاً موضوع البرمجة أو كيف أصلاً؟ بدايةً بتذكر لو كنا تقابلنا في معرض خرطومة الدول 2022 أو 21 تقريباً فمن بعدها كنا أخذنا الكورس تجريبي كان في كافوري لو كنت تذكر مع أنا محمد غاندي محمد غاندي فمن بعدها كانت الفكرة أنه كانت معظم الكورسات أو الدولة التدريبية أو المبادرة التي تستهدف الأطفال بس فالفئة ما بين العمر 16 سنة والعشرين سنة والفئة لسه ما دخلوا للجامعة كانوا مظلومين لأنه الناس اللي بخشوا كورسات للأطفال والناس القبلهم كانوا بخشوا بيقروها في الجامعة فأنا فكرت أنه لأن الفئة إنها ما يكون في حاجة تهتم بهم أو جهة طرعاهم فأنا فكرت في أنه أنشي مبادرة شواما برمجين اللي هي بتستهدف الشباب كانت وحاليما كانت تستهدف وتوسعت الشباب والأطفال حيلا طيب كيف بتقريب توازن ما بين الدراسة وما بين الموهبة الدراسة أنا كنت يعني لسه ما دخلت الجامعة فكنت أنا نكون في المدرسة طبعا الناس برضو بتكون في المدرسة فكان لما تجي الإجازة الصيفية كنا بنشتغل في الإجازة الصيفية الدورات التدريبية الأنشطة والمخيمات لما تجي المدرسة بنوقف لحد ما تجي الإجازة الصيفية تعني وهكذا طيب إذا في شخص عايز يبدأ في مجال البرمجة بصورة عامة تنصح ويبدأ من مين أو شنو الخطة اللي حيبدأ ب لو على حسب عمره لو هو طفل فنحنا ننصحه بأنه يبدأ بصناعة الألعاب من طريق سكراتش أو لو هو مراهق أو كبير يعني شوية ممكن أن ننصحه أنه يبدأ بالHTML اللي هي أساسيات تسميم المواقع فهي يدي أنه ممكن يكون حاجة ممكن نستوعبها ويعرف طريقة اللاكوادة اللي بكتبها عشان يتعلم باقي اللغات زي الجابا والجاباسكريبت والسي اس اس وكل اللغات البرمجية هل برمجة فعلا صعبة للأطفال أنهم يتعلموا حاجة زي تي لا هي صعبة هي البرمجة ما صعبة دائما ما بنشوف في الأفلام ومسلسلات أو كده أو حتى في البرامج اللي في التك توك أو فيسبوك كده قول برمجة طوالة ويأتي في باله شاشة سودة وكتابة أصفر وأسود وأزرق وأحمر لا بل بالعكس أنه هي البرمجة سهلة جدا في حاجات أنه كيف تقدر تفهمها تفهم خوارزمياتها بعد أنه أنت تقدر تشتغل بها فهي لا صعبة خالص طيب كيف دعني أتكلم عن المهارات المهارات شنو إكتسبت عينتها عندما دخلتها مجال البرمجة هي البرمجة هي تعلمك الصور يعني أنت ممكن تكتب الكود ويفشل يكتب الكود ويفشل فإنت بتكون أنك صابر على أنك تكتب الكود تاني وأنك بتكتسب تاني أنه أنك يعني بتحاول أنك كل مرة أنك تعمل حاجة فالحاجة دي انطبقت غير على البرمجة طالد أنك تنطبق في حياتك فإن أنك كل مرة تعمل حاجة وتفشل ثاني بتجيب تزيد وتعمله ثاني بتعمله وكده أهم شي تجرب وتستفيد من الخطأ نزبط ندخل لمبادرة شواء مبرمجين شنو الحاجة اللي حفزتك أنك تتعمل مبادرة عبارة فإن معظم الناس بتقل كورسات بتاخد شهادة وخلاص على كده فشنو الحاجة اللي حفزتك أنك أنت تعمل مبادرة غير أنك أنت مثلا تبدأ تعلم الأطفال أو الشباب الحاجة دي صحيح أننا نكون صريحين يعني هناك في السوزان ما كان فيه جهات راعية أو جهات إنه بترعي فيه عقد الشباب خصوصا في المجال التكنولوجي صح؟ فأنا فكرت إنه ليه ما يكون فيه المبادرة دي وإنها تستهدف للشباب حتى ما إنه يكون شغل أكاديمي بحته لا يكون فيه شغل ترفيه وشغل ثقافي ودورات وزيارات ومخيمات فهذه الحاجة اللي ألهمتني إنه الناس بيقد كلها قاعدة إنه الأطفال في الإجازة الصيفية ما بعملوا حاجة حرفية ما بعملوا حاجة بس بيكونوا إنهم قاعدين يا بلعب كور في الشارع الدافوري يا إنهم بيمشوا سباحة أو كده فهي دي حاجة ممكن إنه يزول يتعلمها وليا قدام لما نخش الجامعة يكون هو عارف الحاجة دي أو عنده خلفية مسبقة عنه طيب مبادرة شواء من برمجين الحرب اللي في السودان أثرت على الجميع فكيف أنتوا كردتوا تواصلوا مجال التعليم رغم الحرب اللي حصلت في السودان هي والله الحرب يعني على سوءة بس فيها خير وخير كثير للناس الحمد لله يعني فمن بعد ما كنا في السودان وقات الحرب ونزحنا كنا نزحنا إلى عطبرة اللي هي ولد نهر النيل فمن هناك طوال مباشرة لجينا كمية من الأطفال فاشتغلنا دورات تدريبية في عطبرة صح؟ فبعدها حتى نجينا هنا إلى مصر واشتغلنا كمية من الدورات التدريبية ما يقارب الخمسة طفعات وتخرج أكثر من خمسة وسبعين طفل هنا في مصر فالتعليم مستمر والمبادرة مستمرة بس قبل الحرب كانت فيه كمية من الأفكار والحقيقة نحن كان مفروض نعملها عشان أنه الشغل بتاع التكنولوجيا أو الشغل بتاع البرمجة في السودان يكون على مستوى فهم الناس على يكون أنه الناس يكون عندها الثقافة حق التكنولوجيا أو التعامل معها بس قدر الله ما شافع كثير من الناس يائسين ومحبطين بسبب الحرب في السودان شنو رسالتك ليهم؟ شنو نصائحك ليهم؟ كلمة واحدة اشتغل انه انت مالا تشتغل لانه تكون انت موظف أو تاخد مرتب أخر شهر بس انه ممكن تشتغل على الحاجة اللي انت بتحبها أو تشتغل على الفكر اللي انت عاوز تعمل طبيقة دايما فانت مثلا انت كواحد بتحب البرمجة اشتغل برمجة بتحب الرسم اشتغل الرسم بتحب الرياضة تريد شنو المواقف اللي اثرت فيك سواء كان رحضتك في تعليم الشباب والاطفال في الحرب او قبل الحرب واحدة من المواقف اللي انا دايما بشتغلها يما اشتغلت في الشاو مرمجة انه كنت بشتغل تعليم للاطفال لما اجيك الطفل انه فاهم الحاجة دي او انه فيه منك او انه اشتغل في حاجة وياك بعد فترة وقال لك يا مستخل خالد انا عملت كده والحاجة ده نجحت فيه فالحاجة دي بتتخلي زوين يفرح وبيحسي بحساس الفخر شديد جدا والله شعور حلو جميل جدا والله طيب خالد شنو الموارد او المصادر او الكورسات او الكتب اللي انت بتنصح بيها شخص عايز يبدأ في مجال البرمجة لو انت عاوز تتعلم البرمجة عشان انك عاوز تتعلم البرمجة ما عشان تاخد شهادة ولا كده الحاجة اللي انت بتبدأ بيها حاجة فيها كمية من الكورسات اللي انت عاوز اللي هي اليوتيوب اليوتيوب حاليا بيقى ما تخلي اي حاجة انت عاوز تتعلمه فمنها البرمجة انت بتكتب اسم العنوان اللي انت عاوزه او اسم اللغة اللي انت عاوزه فبتلقى كمية من الابشنات بتاعت انه كورسات عايز ببرمجة فانت تختار الكويس معاك وتكمله صدقنا حتى القروحك انك خلاص خلصت وانك بيقى المبرمجة او لو انت عاوز تاخد شهادات او يعني بعد تخلص كل دورة في الدورات التدريبية اللي هي الحضورية او في الدورات الاونلاين من المواقع زي كورسيرا او يوديمي حتى لو انت عاوز منصات عربية ففي منصات ادراك تقريبا طيب يو رجع بيك الزمن شنو الحاجات اللي انت حتتتعلمها قبل ما تدخل البرمج او شنو الحاجات اللي انت يو رجع بيك الزمن عشان تتعلم البرمج حتتنتبه ديها انك تتعلمها لو رجع بيها الزمن واحدة من الحاجة اللي انا هختار اول مهارة اللي انا اكتسبها ليه فان التعامل مع الاطفال لانه حقيقي صعب جدا لانه انا اول ما بدت تكون تبعاني جدا لانه انا ما كان عندي خبرة في انه كيف اتعامل مع الاطفال او كيف انه وصل المعلومة للاطفال فالحاجة اللي انا كنت حتتعلم الحاجة الثانية اللي هو فان الادارة ادارة المواقف حتى حالين تخطط الاستراتيجي والحاجات دي كان حمد الله ممكن نقول الكويس جدا حيلا طموحك في المستقبل او خطط المستقبلية طموحك في المستقبل ممكن احكي لك حاجة انه انا قبل فترة كنت نزلت بواسط على لينكتين انه عن سفريتي لتركيا وجيت السودان وشفت الاختلافات التكمولوجية اللي كانت هناك فوحدة من الهدفين اللي انا عاوز اعملها انه اطبق شغل الذكاء الاصطناعي والسودان في المواقف العامة وفي الحركة وفي اي مجالات في السودان انه اعاوز اطبق الحاجة دي انها تكون معمولة اي انه تكون دورة تكنولوجية ويحمل واحدة من الهدفين اللي انا عاوز اعملها طيب حيث على صعيد القراءة او خلينا نقول الاطلاع بصورة عامة شنو الحاجات اللي او مقولة حفزتك او حتى الان انت بتتذكرها في سوشال ميديا كتب مقالات اي حاجة كان في واحدة هو عبارة اقتباس من ثلاثة كلمات انا كنت شفته قبل فترة وحاليا بقيت كل مرة قاعد انزله اللي هو انت بطل حكايتك فكل واحد عنده حكاية وانت بطلة فانت كيف حتثبت بطوليتك في الحكاية انت في الحكاية بتاعتك انك تسعى انك تسعى خالد في كلمة خالد في كلمة طموح طموح ايضا خالد احنا مرشينا اخواتي من الحلقة مبادرة الشواب مبرمجين شنون مشاريع خلينا نقول الكفاجآت المستقبلية اللي ممكن تخطط ليها واحدة من المشاريع نحن عوزين نعملها اللي هي المسابقة المسابقة المحلية للاطفال عن طريق سكراتش اللي هو من هدفه ان الناس تعرف الثقافة السودانية او الثقافة البلد لا اي واحد تحب يشارك حيلا هل انت شاركت قبل كله في مصابقات داخل او خارج السودان كنت شاركت في مصابقة بس كان بظروف الحرب هي المسابقة هتكون اللي هي المسابقة WRO في الدنوارك خالد اذا قلت لك نصائح عامة للناس الحاليا في السودان بظروف الحرب وعندهم طموح لكن مع طموح البلد ما قادرين انهم يواكبوا الحاجة فرسائل محفزة وملهمة صراحة حاليا وضع البلد ما بيسمح للواحد انه يفكر اصلا فنصر الله انه يعيد لنا بلادنا وكونوا سالمين امنين بس انه الحاجة انت ممكن تعملها عشان انك تواظف على الحاجة انت كنت بتعمل فيها سابقا قبل الحرب حاليا ما انقطع النت وما انقطع اتصالات وكذا فهي مشكلة فهي انك تطلع من البلد اولا ثانيا انك ما لازم تشتغل الحاجة انت فيها اول ما تجي برا تشتغل اي حاجة فانت بعد تشتغل اي حاجة حتكتسب علاقات حتشتغل شغل كتير جدا فبعدها انك لو عاوز تخش في مجالك اصمع محتوى على موقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك لينكدين او تيك توك او غيره فانت لما تصمع محتوى لنفسك هتبني قاعدة جماهيرية لنفسك و هتبقى في مجالك بطل اسطورة اكيد خالد شكرا لك على الحلقة الجميلة حافظة و التزييزة و الحلوة كلمة اخيرة للمشاهدين و المتابعين كلمة اخيرة في كلمة انا او في كلمة قاعدة اقول انا دايما في بسطاتي على لينكدين بس دكا مفروضة اقولها في البداية اللي هي اقولك بعد السلام عزيز المتابع فهنا قبل السلام عزيز المتابع و بس خالد شكرا لك على الحلقة كانت حلقة جميلة و حلوة و الأزيزة مشاهدين و مستمعين عزيز في أي مكان هذه حلقة اليوم بودكاست موهوب من القاهرة مصر الى ان نلقاكم ان شاء الله في حلقة قادمة مع ضيف موهوب دمتم في رعاة الله و حفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته